اختتم وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية فنت عبدالله زينا لرئيسة مجلس النواب أعمال مشاركته في اجتماع الدورة الثلاثين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان تحت شعار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين بمشاركة ممثلين عن عشرين برلمانا عربيا وقد جاء في مضمون البيانة الختامية التأكيد بالإجماع على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة القضايا العربية من جانبه أكد وفد الشعبة البرلمانية على الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة الجهود الرامية لحصولهم على حقوقهم المشروعة وأكد دعم مملكة البحرين للعمل البرلماني العربي المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر